موسيقى أولاً اختيار المكان كان مدروس بحيث مناسبة للمشروع في العادة منطقة الفاتح وأكسراي هي أكثر منطقة في إسطنبول لتجمع في عدد كبير من العرب بإضافة لكونها تعتبر وسط البلد مثلاً فهي تجمع العرب والغير العرب وأيضاً الأتراك يتوجد فيها بشكل لافت فيها منطقة مركزية منطقة أسواق أكثر من كونها منطقة سكانية يعني تركيا كانت ولازالت وتصبح مكان للتقاء حضارات كثيرة والتقاء ثقافات كثيرة بحكم الطلب منطقة الوطن العربي بشكل عام وبحكم أيضاً السياحة والإقبال بحكم توفر مثلاً بحقيقة عوامل استثمار أيضاً في تركيا إلى حد ما مقنعة لمستثمر أجنبي لا تجد فيها صعوبات أو معوقات كبيرة هناك بعض الإجراءات بالإمكان التعامل معها لكن أنت كمستثمر حقيقةً في تركيا الجو إيجابي إلى الآن على الأقل المنطقة هي إسطنبول أو أكسراي أو الفاتحية إنعكاس أيضاً لوضع تركيا بشكل عام تشهد التقاء ثقافات كثيرة العالم اليوم أصبح قرية صغيرة والناس يلتقون بعضهم أكثر ويعرفون عن بعض أكثر وأصبحت المنطقة فعلاً منطقة لالتقاء ثقافات متعددة سواء من البلد المستضيف اللي هو تركيا أو من كل البلدان الآتيين سواء كمكيمين أو قرروا أن يعيشوا هنا على الأقل لفترة قادمة في البداية كنت صلتقي مع صديقي هو يمني فدعاني للتعام فأجبت وجيت معه هنا فأكلت التعام وعجبني جداً والله التعام جيد والثقافة عندهم جيدة حتى ذكرني الكاميرون الدولتي وهنا الإنسان جميلون جداً والنشيطون الحياة الاجتماعية عندهم جيدة وعجبني كسيرة في هذا الحي في هذه المنطقة يوجد الكثير من المطاعم وإندي هذا الشيء جيد جداً لأن مثلاً عند الفطور تستطيع أن تأكل في هذا المطاعم السوريين أو الأفريكيين وبعد في العشاء تأكل عند اليمنيين وهذا الشيء جيد جداً يومياً وأشياء السوريين جمعاً وأحضر اشتركوا في القناة